رفع مجلس الأمة الأردني رده على خطاب العرش السامي الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائه في العاشر من الشهر الحالي خلال افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن القدس ستظل نابضة في قلب السياسة الأردنية وضمير ووجدان كل أردني وأننا نرفع رؤوسنا عاليا بأن مليكنا هو صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي لا نقبل أي مساس بوضعها التاريخ والقانون القائم ومن جهته قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات أما قضية فلسطين فقد قطعتم مولاي القول الفصل في عدالتها والتي تدافعون عنها بالوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية باعتبارها عنوانا للسلام